لتفعيل دور المؤسسات الأمنية شهدت مدينة أوباري إقامة جمع عام لمنتسب مديرية الأمن في مركز شرطة المدينة وذلك للمجاهرة بالأمن وفرضه على كامل ربوع المنطقة في هذا اليوم لتحقيق الأمن والأمان بداخل المنطقة وسوف يكونون على قد المسؤولية وسوف نقوم بدوريات داخل منطقة أوباري والغريفة وبنتبيا وجميع المناطق البلدية شمل الجمع الذي حظي بحضور الأعيان ومسؤولين مدنيين من بلديات المنطقة ومدير مديرية الأمن تقديم عرض عسكري لعناصر الشرطة تبعه كلمات عديدة حثت على ضرورة تكاثف الجهود من أجل استتباب الأمن وحماية المواطن والمكتسبات في هذا اليوم في هذا الجمع في عيد الشرطة أننا نقوم بوقفة جادة من كافة الأعضاء ومن كافة الضباط وضباط صف وأفراد أن يقوموا بالدور اللي عليهم كواجب وطني أولا ومن تم الدور الإنساني خطوة جاءت بالتزامن مع الذكرى الخامسة والخمسين لتأسيس الشرطة في ليبيا ويأمل مسؤول مديرية الأمن من الجهات المختصة دعم مراكزها بالإمكانيات حتى يتسنى لهم تأدية واجبهم الوطني على الوجه الأمثل ترجمة نانسي قنقر